الحب مشاعر جميلة أنعمها الله سبحانه وتعالى علينا وموجودة منذ بيت الخليقة إلى وقتنا الحالي طبعاً مفهوم الحب عند أغلب الناس معروف في عندنا حب الأم وحب الأب وحب الإخوة والخواتي وحب الأصدقاء والأصحاب وما إلى آخرين أيضاً عندنا حب الزوج والزوجة جميع المشاعر النبيلة تدراج تحت اسم الحب لكن في حلقتنا هذه ما رح نتطرق إلى مواضيع الحب بشكل معمّر بنتكلم عن عادات غريبة تحدث في اليابان متعلقة بالحب والعلاقات الرومانسية ولو أنه ما كان وديني أصور ذا الحلقة ويتكلم عن الحب وما إلى آخره لكن نحن بنتكلم فقط عن عادات غريبة تحصل عند الأحباء في اليابان أنا شعب صفيانو وهذه قناة إنمي كي وحياكم ربي قبل أن ندخل في موضوع الحب في اليابان لازم نعرف أولاً عن الحب في مفهومنا إحنا ولا ننسى أن نحن كثقافة عربية نميل ميل كبير للحب ونهين في الحب بشكل عميق وتاريخنا أيضاً يشهد لنا بهذا الشيء كما قال المتنبي في أحد قصائده في الحب والغزل لسيف يفعل بي ما أنت فاعلة ولا لطاء عدوي مثل اللقياكي لو بات سهم من الأعداء في كبدي ما نال مني ما نالته عيناكي كما أن تاريخنا العربي فيه الكثير من قصص الحب والعلم من أشهرها قصة حب قيس بن الملوح وليلة العاملية وأيضاً قصة عنترة بن وشداد وعبلة بن تمالك فبالتالي إحنا تاريخنا العربي مليء بالقصص الرومانسية وقصص الحب أيضاً في الحلقة هذه بنطرق لأشياء غريبة يستعملونها اليابانيين في ثقافتهم إذا جوا يحبون أحد خلونا نكتشف الأشياء هذه مع بعض أول شيء معنا في هذه القائمة اللي هو إهداء الشاب زره الثاني من زيه المدرسي الرسمي لحبيبته أو لعشيقته أثناء حفل التخرج يعتبر نزع الزر الثاني من الزي المدرسي الرسمي وإهداءه للمعشوقة أو للمحبوبة بشكل عام أحد صور تعبير عن الحب المتعارف عليها في اليابان بل وقد تتصارع مجموعة من الهتيات بالحصول على الزر الثاني من البدلة الرسمية المدرسية لأحد أكثر الشبان شعبية في المدرسة يعني تلقى الولد الوسيم اللي كده هادي ومرة شعبيته مرة كل في المدرسة يارب بكل ما تكون دي قديمة من اللي يستخدمها عموما اللي مرة فلها وناسها اللي مرة كويس في المدرسة ومسكبه كده وسيمه جميل تلقى البنات يروحون عنده كده يقولون له طيب ليش يهدي الشاب الزر الثاني تحديدا من الزيه المدرسي تبعه لمحبوبته أو لعاشقته يقال أن في الستينيات ظهر فيلم مرة مشهور عمل نفس الشيء ويقال أيضا أن قبل الستينيات في فترة الحرب العالمية الحكومة اليابانية ما كان عندها الإمكانية أنها تعطي الجنود زي عسكري رسمي فبالتالي أغلب الجنود خاصة الشباب منهم كانوا يطلعون للمعارك بزيهم المدرسي فقط ويقال أيضا أن الزر الثاني بالزي المدرسي الرسمي هو الأقرب إلى القلب فبالتالي كأنه يعطيها جزء من قلبه عموما اختلفت الأسباب لكن تعتبر أحد العادات الغريبة للتعبير عن الحب في اليابان ومعنى الطريقة ثانية للتعبير عن الحب طريقة غريبة شوي على وهي كتابة اسم الشخص المحبوب على الممحة شفتوا المحاية أو المساحة اللي كنا نستخدمها أيام الطفولة ما أدري ده كانوا يستخدمونها حاليا يعني أبناء الجيل الجديد بحكم أنه فيه كمبيوترات كثيرة وتابلت وأجهزة وما إلى آخرين وعلى فكرة اليابانيين إلى الآن يستخدمون قلم الرصاص والمحاية على أي حال إلى الآن كتابة اسم الشخص المحبوب على الممحة هي أحد مظاهر التعبير عن الحب في اليابان بل بعض اليابانيين يؤمنون بأنها أحد التمأم أو أحد التعويذات يعني استغفر الله وتبه إليه التي تجلب لك محبة الشخص الذي ترغب بالارتباط به على سبيل المثال إذا أنت هناك حاب أنك تكفط أي أحد رح تدور بس المحاية حقتها خاصة للبنات إذا رح بس تدور المحاية حقتها واخر الغطى البلاستيك هذا وشف الاسم اللي مكتوب اعرف أنها تحب الرجال هذا أو الولد هذا يقال أيضا أنك إذا قعدت تكتب وتمسأ وانتهت المساحة اعرف أن الحبيب بيجيك لكن علشان تضبط السالفة هذه لازم ما أحد يكفتك لازم ما أحد يدري عنك خرافات يا جماعة الخير يؤمنون فيها اليابانيين ولو أنهم متقدمين حضريا إلا أنهم بعض الأحيان متأخرين أهلاف السنين على الجانب الإيماني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي أنا وإياهم إلى سواء السبيل وأيضا يقال أن بعض البنات إذا جدت بيتحب شخص بتروح تتأكد أن جميع الفتيات اللي موجودين في الفصل معها مو بكاتبين اسمه على الممحات تبعهم علشان يكون حبيبها وحدها فقط عندنا المظهر الثالث من مظاهر إبداء الحب والتعبير عن الحب في اليابان اللي هو وضع خلفية الشخص المحبوب على الهاتف الجوال طبعا في اليابان الشركات الإعلامية والشركات التجارية بشكل عام دائما ما تشوف الأشياء الترندي الأشياء الرائجة عند الشباب وتروح تستغلها إعلاميا أو تستغلها تجاريا فنلقى كثير من الشركات أيها الأعزاء الكرام تروج لهذا الشيء عند الشعب الياباني تلقى شركة كده تطلع لك تقول لك يلا إحنا بنسوي لك مثلا خلفية جوال بنصممها لك وبنضبطها لك علشان تقربك من حبيبك أكثر متخيلين لوين واصلين؟ أو إذا مثلا أنت تبغى تكون محبوب تروح تحط مثلا صورة حيوان أليف مثل أعزكم الله كلب أو قطة وما إلى آخره من حيواناته على فكرة أيها الأعزاء الكرام الحيوانات الأليفة في اليابان كثير من الأشخاص هناك يعتبرونها كجزء من أفراد العائلة أذكر مرة وقت بتعاثي في اليابان كنت ماشي في حديقة ولقيت أحد السيدات التي تجر أحد الكلاب أكرمكم الله على عربية أي كان عندها مشكلة الكلبة هذه كانت ما تقدر تمشي فبالتالي كانت تحطها في عربية كده مخصصة للكلاب سبحان الله وتمشيها ولما قعدت أدور وأسأل سبحان الله بالصدفة مريت من عند مقبرة هناك المقابر في اليابان عبارة عن ضريح والضريح هذا فيه رماد الشخص الميت أو المحروك لأنهم هناك يحرقونه ما يدفنونه فمرة مريت برضو من عند أحد المقابر ولقيتهم كاتبين كده بالبنط العريض أن هذه مقبرة لأفراد أسر الحيوانات أروح أسأل اليابانيين ربعنا يقولون إيه ترى بعض العوائل اليابانية تعتبر بعض الحيوانات أيضا جزء من أفراد الأسرة نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة يا رب ما أحد يطلع لي في التعليقات ويقول لي إيه أنا أعتبر واحدة من الحيوانات أحد أفراد أسرتي يا ربي يا رب يا رب ما في ناس متهيئين زي كده يا الله يا رب عموما نعود إلى الموضوع ألا وهو وضع صور الشخص اللي تحبه خلفية الجوالك واحدة أيضا من المظاهر اللي هي التصوير بأصابع متشابكة بحيث أن هذا الشيء يبعد عن مخيلة الشخص اللي أنت تحبه فكرة أنه يخونك في يوم من الأيام خرافات يا جماعتك والله اليابانيين قسم الله يأن عليهم تحبيدات كثيرة على فكرة اليابانيين لا يكتفون فقط بوضع خلفية جوالهم صورة للشخص اللي يحبونها هناك قواعد أيضا يجب أن يتبعونها علشان تضبط التعويذة على حسب ما هم يؤمنوا فيه فمثلا إذا جيت مثلا تبي تحط خلفية للشخص اللي تحبه كصورة لازم تحطها تماما عند منتصف الليل يعني ساعة 12 بالليل قبل الله تنام تروح سلم كلها تحط صورة الشخص اللي أنت تحبه خلفية لجوالك وتخلي جوالك باتجاه بيت الشخص اللي أنت تحبه عادي يلا حلني من وين الله أعلم بس علشان تضبط برضو هذه التعويذة مو بس هنا وخلصنا لا يفترض وإنت تحط صورة الشخص اللي أنت تحبه كخلفية لازم أنك تطالع في عينها أول شيء ويفضل أيضا أنك تحط صورة له ورقية وراء الجراب حق الجوال لا هذا هبت هذا يسمونه هبت فعليا والله اليابانين يهتمون بتفاصيل كل شيء حتى في ذا الأمور سبحان الله ننتقل للمظهر الرابع معنا في هذه الحلقة ألا وهو العطس الحين حنا يا المسلمين إذا واحد فينا عطس نشمته ونقول يرحمكم الله يرد علينا ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم بس بكل بساطة كذا انتهينا حتى في بعض الثقافات الأوروبية إذا جاء واحد يعطس يقول له بلسيو أو بوريك يرد عليه ويقول له بمعنى شكرا الموضوع بسيط اليابانين لا الموضوع عندهم يختلف من ناحية العطس على أن العطس ظاهرة طبيعية في حياتنا ولربما أنها بعض الأحيان تدل على أن الشخص فيه زكام أو نتعبان ويحتاج أنها يرتاح إلا أنها في اليابان لها دلالات شوية غريبة طبعا دلالاتها على حسب مرات العطس يعني مو على حسب قوة العطسة يجيك واحد يعتص عطا أو مثلا واحد كده يعطس عطسة مرة خفيفة لا 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 الموضوع هناك يختلف تماما الموضوع هناك على حسب مرات العطس يعني باختصار يا جماعة الخير إذا واحد عطس مرة واحدة يقولون أن فيه واحد يتكلم عنك بشكل إيجاب وإذا عطس مرتين راح يقولون له أن أنت فيه أحد قاعد يتكلم عنك بشكل سلبي وإذا عطس ثلاث مرات فهذا معناتها أن فيه أحد يحبك وقاعد يفكر فيك الآن يا ربي أنا وين شايف الهبد هذا أنا شايفه والله في واحدة كده من صدقون أي والله مرات ذكرها كنت أشتغل فيه وحدة من الشركات لإدارة الفعاليات والمؤتمرات وكان زميلي أخلونا شوي نتحفظ على جنسيته يؤمن بالخرافات اللي زي كده ففي يوم من الأيام رن اللاين عندي إلى الآن الحمد لله توصل مع أصحابي في الياباني وكنت جالس معه في المكتب ورن اللاين تبعي ورديت على صاحبي الياباني وقعدت أتكلم معه باللغة اليابانية وما إلى آخره وآخر شي قلت له آه مه جانا هاي سعنا راه قفلت إلا أطالع بزميلي أثريه طالع فيني زي كده طفعا أوه ذكرت أني توني ما أعلمت أحد إني أنا أتكلم اللغة اليابانية وإني الحمد لله أعرف أتكلم اللغة اليابانية لقيت قاعد يقولي ما شاء الله يا سعد إنت تتكلم اللغة اليابانية إنت صار لـ 5 دقايق بتتكلم مع صاحبك والله دخلتني في عالم ثاني كأني في أنمي شوية للرجال وهو يتكلم ويشرح كده قال ما شاء الله أنت مرة كويس يا ساد ما شاء الله الله لا يذرك الله لا يذرك إيش فيه طيب من يوم أنه صغير وهو باني على نفس الفكرة وللأسف شديد يعني هذا من أهله يعني يقول أنه إحنا نؤمن بهذا الشيء وأنه أهلي يعني عودوني على هذا الشيء وأنه أنا دائماً أشوف أهلي يعني يسوونها عموماً هي فقط مجرد خرافات يعني ليست قصراً فقط حتى في اليابان حتى عندنا بعض الناس إلى الآن يعني تلقى ما شاء الله فاهم وعنده وازع معرفي كبير إلا أنه يجهل أشياء كثيرة من ضمنها هذه الأشياء يعني الخرافات عموماً هذه واحدة من أشكال إبداء المحبة في الثقافة اليابانية إذا أحد أعطه ثلاث مرات يعني أنه الآن في واحد قاعد يفكر فيه ويحبه أما المظهر الخامس معنا في هذه الحلقة ألا وهو الأحذية أكرمكم الله تذكرون سندريلا يوم أنها طلعت في نص الليل ونست الله يكرمكم من الحذوة حقتها فبالتالي اللي يحبها الأمير اللي يحبها راح دور عليها في المملكة كلها كاملة وما لقى أحد نفس مقاسها ألا هي نفسها في أنها يعاشوا مع بعض وحبوا بعض وما إلى آخر موضوع يختلف تحماع من في اليابان وش تتوقعون اليابانيين يسوون يكفي أننا يحنا يوم جينا نكتب الموضوع هذا واكتشفنا أن الموضوع في اليابان إلى الآن ما شو شغال خير يا جماعة الخير يكفيكم بس أنكم تكتبون باللغة اليابانية في محرك البحث كيفية استخدام الحذاء كتميمة حظ وشوفوا كمية الهبد وكمية النتائج اللي بتطع لكم الليلوم بكرة فعليا أنهم إلى الآن قاعدين يستخدمونها طيب كيف يستخدمونها؟ تعالوا أشرح لكم وشلون الطريقة الله يعزكم ويعز السامعين والملائكة أنك تأخذ حذاء الشخص اللي أنت تحبه وتلبسه وأيضا بعد ما تلبسه تقفز فيه ثلاث قفزات واحد اثنين ثلاثة ليش؟ علشان يحبك أكثر لعلها تميمة أو تعويضة بالنسبة لهم إذا ما قدرت تقفز طيب وش تسوي؟ تروح تمشي فيه فقط ثلاث خطوات ويستحسن أيضا أنك تحط قطعة من شعرك داخل الحذاء أكرمكم الله أعزكم وأجلكم وتسوي نفس السالفة أيضا وتنقص فيه ثلاث نقزات أو تبشي فيه ثلاث خطوات يا أخي يا بني يا رب عليهم نقسم بلا أنهم عليهم هبدات وعليهم طلعات الضحك إلى هنا أيها العزاء الكرام ونصل لنهاية هذه الحلقة أتمنى أنكم مستفدتم من المعلومات اللي أعضيناكم إياها بشرط لا حد يروح يسويها لأنها تعتبر بدعة وحرام أيضا في ديننا الإسلامي إحنا فقط نطريها علشان نربط بين الثقافات ونتعرف على ثقافات الشعوب الأخرى فقط كوكو ما داي واريني شمس كونو يونا إبسوت ويرنوا سقوي قنبري ماسكرا نيح مين سما موزهي أوه إنش تيكو داس هاي شكايا وإشني أوه جس